السلام عليكم ومرحبا بكم في محاضرة جديدة وياكم الدكتور عمر القيسي واليوم راح أكمل لكم سلسلة من السلاسل اللي هي سلسلة أصوات القلب راح أضيف لكم فيديو جديد بها اللي هو كيف نميز المشكلة في القلب من خلال الموقع نعم موقع السمع احنا مثل ما نعرف الصوت في القلب يأتي من وين راح يأتين من الصمامات تنغلق الصمامات تنطين أصوات لكن هناك أصوات إضافية في القلب ممكن تظهر في حالات غير طبيعية لما يصعدنا فتحة في القلب أو مشاكل في الصمامات نفسها مثل تهدل الصمامات أو ممكن تضيق الصمامات وبالتالي راح نسمع صوت وشة أو صوت صفير في القلب فهذه طبعا الوشة وين راح نسمعها راح ينطينا دلالة أنه أي صمام متأثر ممكن الصمام الأبهر أو ممكن صمام التاجي أو ممكن صمام الثلاثي أو ممكن صمام الريئوي فهو واحدة ما يعده ممكن متأثرة فكيف راح نميز أو كيف بالضبط راح نعرف طبعا من خلال الموقع شون؟ لما يصعدنا صوت في القلب لازم نعرف أن هذا صوت راح ينتشر في كل القلب راح نسمعها من كل الجهات لكن أين المكان الأكثر وضوحا في السمع ينطينا دلالة على قرب المشكلة من هذا المكان كمثال الآن الصمام الأبهر مرتبط بالشريان الأبهر فرح نسمع الصوت في جهة إيش المسار تبع الشريان الأبهر الشريان الأبهر يطلع من جهة اليسار ويروح على اليمين والشريان الرئوي يطلع من جهة اليمين ويروح على اليسار ولذلك راح يتعاكسون فرح نسمعهم في المنطقة العلوية من الجهتين في جهة اليمين في second intercostal المجال الظلعي الثاني راح نسمع الأبهر ومن الجهة الثانية راح نسمع البولميناري في second intercostal المجال الظلعي الثاني من جهة اليسار عرفوا هاي المعلومة لأن هاي الطلاب يخربطون ليش نسمع هذا باليسار؟ مع العلم هو المفروض يصبح باليمين وهذا لأن هم يتعاكسون بالحقيقة ويمشون واحد عكس الثاني ولذلك راح يصير هذه الحالة المهم طيب منين راح نسمع صمام المايترال التاجي راح نسمعه في قمة القلب في قمة القلب في الأبكس تبع القلب وين صايره بالففث انتركوستر في المجال الضلع الخامس في الميد كلافكولر لاين يعني لو عرفنا ان هذا العظم هو التقوى وقسمنا بالنص ومشينا خط وهمي وجاينا على الضلع الخامس راح يصير لنا نقطة التقاء هذه النقطة هي قمة القلب هي بيها راح نسمع المايترال طيب وين نسمع الترايكوستر راح نسمعه في الانفيرير مارجن أوف استيرنوم في جهة أو الحافة السفلة من عظم القص طبعا تقريبا بالفورث انتر كوستر بالمجال الضلعي الرابع قريب على الاستيرنوم من جهة اليسار من القص وبذلك راح نكون سمعنا الأصوات للقلب وراح نعرف لو كان عندنا مشكلة أو سمعنا هذا الصوت المرمر الوشة قريب الضلع الثاني بجهة اليسار معناها مشكلة في البولميري قريب الضلع الثاني بجهة اليمين معناها بالأورتك قريب الضلع الرابع بجهة اليمي الستيرنوم أو الانفرا مارجن راح نعرف انه هاي ترايكوسبت والأبكس الفيث انتر كوستر هذي المايترل وبذلك نعرف ونحدد المشكلة راح تكون ايهو راح تبقى عندنا فقط انه هل كانت هي سيستوليك ام دايستوليك في الانقباضة والفترة الانبساطية وعندي فيديو المشافو خليوا يرجعون ويشوفو موجود على اليوتيوب وموجود على الفيسبوك باسم أصوات القلب راح يفيدكم هواية في حالة السيستول والدايستول تقدرون اكثر تعرفون ونلقاكم في فيديو اخر والسلام عليكم ولا تنسون اذا عجبك الفيديو لا تنسى تعمل لايك تكتب لي كومنت حتى يصلك كل جديد من الصفحة وايضا اذا كنت على اليوتيوب تعمل سبسكرايب حتى يصلك ايشي جديد انشرها على اليوتيوب ألقاكم بخير السلام عليكم